إلى البورصة المصرية حيث أنهت مؤشرة البورصة تعاملات جلسة اليوم على تباين مع اتجاه المتعاملين المصريين نحو الشراء مقابل مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 668 مليار و300 مليون جنيها وذلك وسط تداولات بلغت نحو 300 مليارات و200 مليون جنيها على صعيد المؤشرات تردع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 75 من 100 في المئة بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 81 من 100 في المئة وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 49 من 100 في المئة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة